السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا أول من أن نأخذ عن الفصول الأربعة الفصول الأربعة طبعاً في السنة يوجد أربع فصول في السنة يوجد أربع فصول فصل الشتاء فصل الشتاء فصل الربيع فصل الربيع فصل الصيف وفصل الخريف كمان مرة السنة فيها أربع فصول فصل الشتاء فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف وفصل الخريف اليوم برح أعطيكو بس عن فصل الشتاء وفصل الخريف اليوم بنا نوقض عن فصل الشتاء وفصل الخريف طبعاً الصورة هاي يا أول بتدل عن فصل الشتاء الصورة هاي بتدل على ماذا تدل؟ تدل على فصل الشتاء طبعاً في فصل الشتاء يا أول تنخفض درجات الحرارة وتظهر الغيوم وتسقط الأمطار إذن في أي فصل بتسقط الأمطار؟ تسقط الأمطار في فصل الشتاء طبعاً مش الجو بيكون بارد الجو بيكون بارد إذن في فصل الشتاء يا أول في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتظهر الغيوم في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتظهر الغيوم في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتظهر الغيوم نأخذ فصل جديد فصل الخريف في فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يعني درجات الحرارة بتصير تنخفض إذن في فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتنشط حركة الرياح وتتساقط أوراق الأشجار إذن في فصل الخريف يا أول تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتنشط حركة الرياح وتتساقط أوراق الأشجار إذن كمان مرعنا أربع فصول فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيق وفصل الخريف شكرا